افتتح اللواء أركان حرب خالد بيومي العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب واللواء أركان حرب محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تجمع الشيخ خالد التنموي الجديد بمدينة النخل بمحافظة شمال سيناء وأوضح المتحدث العسكري أن المشروع يجتمل على إنشاء 25 منزلا بدويا متكاملا ومجهزا بكافة المتطلبات المعيشية بالإضافة إلى مسجد ودار للضيافة ومراكز حرفية وأساسيات البنية التحتية من محطة مياه وصرف صحي وعدد من المرافق والخدمات العامة وأكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تتدخر جهدا للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة أنحاء شبه جزيرة سيناء في مختلف المجالات وتوفير حياة كريمة لأبناء سيناء الشرفاء